اشتركوا في القناة ويدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من ضمن خطة الإمام الحسن عليه السلام في الهدنة مع معاوية الحفاظ على الرجال الأشداء الذين يمكن أن يدين بهم الحرب المنهجية مع بني أمية بعض الرجال كانوا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وهو حقن دماءهم بالهدنة ثم استثمرهم في إدامة الحرب وبعضهم رباهم الإمام صلوات الله عليه تحدثنا في البحث السابق عن نماذج من الرجال وفي هذه الليلة نتحدث عن إمرأة جليلة القدر عظيمة الشأن عند الأئمة عليهم السلام كان لها المساهمة الفاعلة في إدامة الحرب المنهجية مع معاوية وغير معاوية من سائر السلاطين الذين جاءوا من بعده هي حبابة الوالبية حبابة بن جعفر الوالبية الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في رجاله عدها من أصحاب الإمام الحسن هذه المرأة لها مزايا قد تكون منفردة فيها لم يحظى غيرها بمثل مزاياها أولا هي عاصرة ثمانية من الأئمة من أمير المؤمنين إلى الإمام الرضا عليه السلام عاشت أمرا طويلا وإلى آخر عمرها كانت سليمة الملكات في قواها العقلية في قواها النفسية والروحية كانت كاملة هي كانت من أصحاب أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ثم السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا حينما التقت بالإمام الرضا بعده بشهور ماتت ولها مع كل إمام من الأئمة موقف عجيب حسن لاحظ في أثناء الكلام نشوف هذه شنو من إمرأة كانت آخر من أدركته من الأئمة هو الإمام الرضا لما ماتت بعد لقائها بالإمام بأشهر ماتت كفنها الرضا بقميصه والإمام السجاد عليه السلام مد في عمرها أعطاها عمرا جديدا بتأثير تكويني في بصائر الدرجات قال كانت حباب الوالبية قد احترق وجهها من السجود يعني وجهها صار كالمحترق من كثرة السجود وهي الجبهة كل ما تمس التراب تتأثر بلون التراب وكانت زوارة الحسين عليه السلام زوارة مزائرة في حياته كثيرة الزيارة والحضور عند الحسين فحدث بين عينيها وضح الوضح إما شج ينكشف منه لون العظم يسموه وضح أو نوع من البياض صار بين عينيها فحدث بين عينيها وضح أبطأ بها عن زيارة الحسين عليه السلام فجاء الحسين وشافاها بريقه عليه السلام مثل هذا الموقف لها مع زين العابدين عليه السلام ومع الباقر الإمام الصادق عليه السلام يقول أن حباب الوالبية كانت لاحظوا الموقف إذا وفد الناس إلى معاوية الناس ما يفعلون بمعاوية يروحون طلبا للمال إذا وفد الناس إلى معاوية وفدت هي إلى الحسين عليه السلام يعني عكس الاتجاه العام اللي ماشي وكانت عيشها هذا من معصومها مو من إنسان عادي وكانت امرأة شديدة الاجتهاد قد قد يبس جلدها على بطنها من العبادة من شدة العبادة وهذا معنا أنها كانت تصوم كثيرا وأنها خرجت مرة ومعها ابن عم لها غلام صغير فدخلت به على الحسين عليه السلام فقالت له جعلت في داك انظر هل تجد ابن عمي هذا فيما عندكم وين الديوان اللي بالأمس تحدثنا عنه اللي جمعت فيه اسماء الشيعة انظر هل تجد ابن عمي هذا في هذا الديوان وهل تجد هو ناجي ومن الناجين قال نعم نجده عندنا ونجده ناجيا وهذا سر الامام الحسين انطاهية كلام ههم هذا يشعر بقوة العقيدة اللي بوجودة عندها هذه من الأمور المسلمة عندها جاء يتسأل من الحسين عليه السلام لها موقف مع أمير المؤمنين هذا الموقف من أفاضل المواقف ويكشف لكل مؤمن أن نهج الإمام واحد لا يختلف بين إمام وإمام وهي كانت من الداعيات إلى هذا اللي هس رح أقول الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكافي في باب ما يفصل بين المحق والمبطل في هذا الباب روى عن حباب الوالبية قالت رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس شرطة الخميس هذول فرد مجموعة من الرجال أمير المؤمنين وظفهم لحفظ النظام في المدينة الكوفة يسموهم شرطة الخميس زعيمهم كان قيس بن سعد بن عباد اللي فرد ليلة تحدثنا عنه وهذا كان رئيس هاي الشرطة شرطة الخميس هس ليش يسموهم خميس هذا هم بيبحث في علم الرجال فحباب فحباب الوالبية تقول رأيت أمير المؤمنين في شرطة الخميس ومعه درة يعني فرد عصى قصيرة يضرب يضرب بها بياء الجر والمار ماهي والزمار ذني من الحيوانات الماء المحرمة في الأكل فالإمام كان يضربهم يعني يبيعون هذا المحرم نوع من الرجع والنهي عن هذا العمل ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان مسوخ بني إسرائيل واضحة جند بني مروان شنو بعد لا مروان ولا أولاد مروان واصلهم دور الحكم والسلطة شنو معنا تأمير المؤمنين يصف هذول اللي بيعون الأسماك المحرمة بأنهم جند بني مروان فقام إليه فرات ابن أحنف هذا كله حباب الوالبية واقفها تشاهد هذا الموقف وتنقله فقام إليه فرات ابن أحنف فقال وما جند بني مروان يا أمير المؤمنين منه ذوله الكلمة شوية شديدة بس لأن وارد في الرواية أنا لازم أقولها قال عليه السلام جند بني مروان أقوام حلقوا اللحة وثتلوا الشوارب فموسخوا وهذا يبين كيفية الجند اللي كانوا في بني مروان شنو كان وضعهم صفته محالته تقول حباب فلم أرى ناطقا أحسن نطقا منه من أمير المؤمنين ثم اتبعته ثم اتبعته فلم أزل أقف أثره حتى قعد في رحبة المسجد اجل إلى مسجد الكوفة في الساحة جلس منا يكشف النص عن معاني حينما جلس أمير المؤمنين جاءت إليه حباب وقالت ما دلالة الإمامة سؤال عميق جدا ما دلالة الإمامة الشخص اللي يقول أنا إمام شلون نعرف هذا صادق مكاذب كيف نميز لا تشوف القضية الآن صارت واضحة لكثرة ما وقع فيها من البحث في ذاك الزمان في زمان أمير المؤمنين ما دلالة الإمامة هذا لا يسأله إلا شخص عند قدرة عقلية وذهنية كبيرة يسأل هذا السؤال فقال عليه السلام ائتني بتلك الحصات وأشار بيده إليها هذه الحصات جيبين فأتيته بها فطبع لي فيها بخاتمه هو نفس هذا الطبع على الحصات ظهور الأثر على الحصات هو نفس إعجاز هذا لأن الحصات بتقبل الختم بس ختم أمير المؤمنين طبعه على الحصات هذه موطين حتى يقبل الختم الحصى الحصى صليب يكون كالصخر ما يقبل الختم بس أمير المؤمنين أظهر ختمه عليها ثم قال اللي في هذا القول قاعد عام أمير المؤمنين يسلم ها بيد الناس لتمييز إمام الحق من المنتحلين من الدجالين والكذابين ثم قال يا حباب إذا ادعى مدع الإمام سلام عليكم ورحمة إذا ادعى مدع الإمام فإن طبع كما رأيتي يعني طبع على هذه الحصات كما رأيتي فاعلم أنه إمام مفترض الطالع والإمام لا يعزب عنه شيء يريده أي شيء يريد يريد يظهر الختم في الحصات يظهر الختم في الحصات يريد يظهر الختم في الهواء يظهر الختم في الهواء لا يعزب عنه شيء يريده تقول ثم انصرفت حتى قبض أمير المؤمنين سلام الله فجئت إلى الحسن عليه السلام وهو في مجلس أبيه والناس يسألونه الناس الإمام هو بادرها فقال هاتي ما معك ما معك شنو هي الحسوة اللي أمير المؤمنين ختم عليه فأعطيته إياها فطبع فيها كما طبع أمير المؤمنين وفي هذا هذا إعجاز وعلم بالسر تقول ثم أتيت الحسين عليه السلام وهو في مسجد النبي يعني بعد شهالة الحسن فقرب ورحب يعني من شافل يعني هي كانت زوارة للحسين رحب بها وقربها فناولته الحصات فطبع لي فيها بدون إخبار ثم أتيت علي ابن الحسين وقد بلغ بي الكبر صارت عجوزة إلى أن أرعشت يعني بعد قوى ما عندها في بدنها صارت ترتعش من الكبر وأنا أعد يومئذ مائة وثلاث عشر سنة في زمان زين العابدين مائة وثلاثة عش هي عاشت إلى الرضاة توفيقات توفيقات تقول أتيت علي ابن الحسين فرأيته راكعا وساجدا يصلي فيأست من الدلالة الدلالة على الإمامة يأست شكرا أنتظر مثلا فأومأ إلي بالسبابة زين العابدين أومأ إليها فعاد إلي شبابي الله صلى الله عليه وسلم محمد وآله محمد هس هذا عاد شبابها إما يحمل على المعنى الحقيقي رجعت شابه وهذا من قبل يوسف سواها في زليخة وإما لا أعطاها قوة الشباب هذا الجسم النحيف اللي صايره فاقد القوى الإمام شحنها بالطاقة وبالقوة كلا المعنيين محتمل بس الأول أظهر تقول فأعطيته الحسات فطبع لي فيها زين العابدين ثم أتيت أبا جعفر عليه السلام الباقر فطبع لي فيها ثم أتيت أبا عبد الله عليه السلام الصادم فطبع لي فيها ثم أتيت أبا الحسن موسى فطبع لي فيها ثم أتيت الرضا فطبع لي فيها وعاشت بعد ذلك تسعة أشهر وماتت يعني شقد عمرها هذه في هذه الرواية أكو دلائل ثلاث أذكرها الدلالة الأولى قد تكون هذه المرأة الشخص الوحيد أو النادر الذي أدرك هذا الكم من الأئمة ثمانية من الأئمة أدرك قد يكون هذا ما إلى نظير في التاريخ وربما إذا هم أكوش جدا نادر وقليل هي شي توفيق هذه حظت به وفي وفي مع كل إمام كانت تحظى بالاحترام والتقدير كل الأئمة كانوا يقدرونها الدلالة الثانية قد تكون هي الشخص الوحيد الذي تحمل معها آيات الأئمة ختوم الأئمة معها ثمانية من الأئمة ختموا لها هذا شيء ربما لم يحصل لغيره أنا ما عثرت على من حصل لهذا غير هذه المرأة هذه شهادهم لها في الدنيا بعلو المقام وشهادة لها في الآخرة أنها على نهجهم وطريقهم هذا شيء يصعب الكلام فيه الدلالة الثالثة تدل على أنها كانت مستقيمة على المنهج ما زلت يميناً وشمالاً مع أن جد فتن مرت بالشيعة وبالناس منذ زمان أمير المؤمنين إلى زمان الرضا هي عاشت مع كل إمام جد أكو فتن وفرق ظل وشبهات وظلالات وظروف سياسية قاسية وفيها قتل بس هي كانت مستقيمة ومضت على هذا الطريق وردت عنها روايات هذه الروايات الواردة عنها هي في نفسها تعد من مزاياها الأئمة رويت عنهم روايات كثيرة ورجال يروون عن الأئمة لكن لكن الإمام الحسين صلى الله عليه من الأئمة قليل أكو روايات مروية عنه قليل بالقياس مثلا إلى الروايات الواردة عن عن زين عن زين العابدين أو عن الباقر أو عن الصادق أو الرضا أو موسى بن جعفر الروايات الواردة عن الأئمة الروايات سيد الشهداء بالقياس إلى غيره من الأئمة روايات قليلة بعض الروايات يرووها رجال لكن حباب الوالبية انفردت بالرواية عن الحسين مباشرة وهذه ميزة تعتبر لها ومضمون الروايات الذي روته مضمون آلي رفيع مثلا منها هذه الرواية الكشي يرويها بسنده عن عمران بن ميثم التمار الذي كان هو هذا الرجل كأبي من كبار الشيعة ومن التابعين علماء الرجال هم نصوا على اعتباره وأنه من أصحاب الباقر والصادق هذا عمران بن ميثم قال أنا وعبايا الأسدي هذا الرجل هو أيضا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن أصحاب الحسن عمران بن ميثم يقول أنا وعبايا وعبايا الأسدي دخلنا على حباب الوالبية هي هم من بني أسد أسدية هي فقال لها عبايا عبايا الأسدي تدرين من هذا الشاب الذي هو معي يشير إلى عمران بن ميثم قالت لا قال ابن أخيك ميثم التمار لسه هذا ابن أخيك على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجازي من باب أخوة الإيمان كلاهما محتمل بس الثاني أظهر قالت ابن أخي والله حقا نقلل هذا ابن ميثم أيهم أقرت بذلك لاحظوا هنا اللي نقول الإمام صلوات الله عليه أعد هؤلاء لإدامة الحرب المنهجية بس عرفوا أنفسهم هذا عمران بن ميثم وعبايا الأسدي هي بادرتهم بالكلام رأسا قالت ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عبد الله الحسين قلنا بلا قالت سمعته يقول نحن وشيعتنا على الفطرة التي بعث الله عليها محمدا صلى الله عليه وسائر الناس منها براء براء من الفطرة لسه في رواية ثانية يجيبين شنو معنات هذه الفطرة هذه القضية كانت في زمان الإمام الباقر والصادق عليه السلام هذه المبادرة منها بادرت أمران بن ميثم وعمايا الأسدي اللي هم من خواص الشيعة من كبار الشيعة بادرتهم بهذا الكلام هذا يكشف عن أن هذه مسؤولية كانت تتحملها في تبليغ ولاية أمير المؤمنين والدعوة إليها في رواية ثانية مو عمران بن ميثم صالح بن ميثم التمار وهو من رجال الباقر والصادق عليه السلام وأيضا من التابعين الثقات المشايخ الأجلاء الطوسي الكليني الصدوق رووا عنه في كتبهم في الكاف والفقي والتهذيب في تفسير القمهم علي بن إبراهيم يروي عنه ابن قولويهم يروي عنه رجل عالي المنزلة هذا صالح ابن ميثم قال دخلت أنا وعبايا الأسد على حباب الوالبية فقال هذا ابن أخيك ميثم قالت ابن أخي والله حقا ألا أحدثكم بحديث عن الحسين رأسا بادرتهم بالكلام عادة إذا شخص يأتيه ضيوف يأذن لهم بالجلوس والحديث ثم بعد ذلك إذا تحين فرصة مناسبة يحدثهم هي بمجرد أن يعرفون أنفسهم هي تبادرهم بالحقي هذا شنو معناته شي دلل هذا فقلت بلى قالت دخلت عليه يعني على الحسين وسلمت فرد السلام ورحب ثم قال ما أبطأك عن زيارتنا والتسليم علينا يا حباب وهي كانت زوارة للحسين كثيرة الحضور عندهم قلت أبطأني عنك العلة عرضت علي علة فأبطأت فأبطأت قال وما هي قال فكشفت خماري عن برص ظاهر في رقبتها أو في مكان آخر فوضع يده على البرص ودعا فلم يزل يدعو حتى رفع يده وقد كشف الله ذلك البرص يعني هذه مو بس ختوم الأئمة وياها معاجز الأئمة وياها ثم قال يا حباب هنا نلاحظ التوجيه للإمام يقوله إنه ليس أحد على ملة إبراهيم نأفي مطلق ليس أحد على ملة إبراهيم في هذه الأمة غير نا وغير شيعتنا ومن سواهم براء ملة إبراهيم القرآن الكريم أمر الناس باتباع ملة إبراهيم وحذر من مخالفة ملة إبراهيم واعتبر المخالفة لملة إبراهيم من سفاهة العقل يقول عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة من أحسن من هذا في دينه في عبوديته وتسليمه في اتباع ملة إبراهيم يعني طريقة إبراهيم وجه الأصلحي يهم الآية نفسها تقول واتخذ الله إبراهيم خليلا وهي الخلة هذا القرب الخاص في آية أخرى يقول عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ليستهين بنفسه ويستخف بعقله يخالف ملة إبراهيم وفي هذه الآية حج على اليهود وعلى النصارى وعلى المسلمين وكل من يزعم بأنه ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام ويعدون من مفاخرهم الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام وبالانتساب إلى إبراهيم والافتخار بهذا الانتساب يستجعل الانتساب إلى آل محمد عليه السلام هذا هو الذي أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام هذا المعنى الإمام الحسين بينه لحباب الوالبية وهي كشفته إلى الناس ووصلت إلينا الرواية اللي إحنا الآن نجي نقرأ مثل هذه الروايات ونتعلم منها روت روايتان تعززان هذه القضية وأنها كانت من الذين وظفوا أنفسهم لإدامة الحرب المنهجية ضد بني أمية ترسيخ ولاية آل محمد عليه السلام في الناس وتضعيف ولاية بني سفيان وآل أبي سفيان الرواية الأولى رواها ابن شهراشوب في المناقب بسنده عن حباب الوالبية قالت رأيت رجلا بمكة هي حبابة تقول أصيلا يعني في وقت العصر وقت أواخر العصر في الملتزم أو بين الباب والحجر في هذه المنطقة يجعو واقف يجعو فلما انثال الناس عليه يستفتونه يسألوه في أحكامهم يستفتونه عن المعضلات ويستفتحون أبواب المشكلات رجل عجيب كان في إجابته فلم يرم حتى أفتاهم في ألف مسألة إسا هاي الألف مسألة إما تحمل على المعنى الحقيقي إذا طال به الوقت وإما على المعنى المجازي يعني كثرة المسائل الألف يضرب مثلا للكثرة ثم نهض يريد رحله هذا الذي أجاب عن ألف مسألة نهض يريد رحله ومناد ينادي بصوت صهل يعني حاد مرتفع ألا إن هذا باقر علم الرسل وهذا مبين السبل هذا خير من رسخ في أصلاب أصحاب السفينة إما يراد بها سفينة نوح أو يراد بها سفينة آل محمد عليه السلام هذا ابن فاطمة الغراء العذراء الزهراء هذا بقية الله في أرضه هذا ناموس الدهر هذا ابن محمد وخديجة وعلي وفاطمة هذا منار الدين القائمة المنادي بصوت صهل هالشكل ينادي في الملأ في الناس والناس يسألون من هذا اللي هالشكل تعريف أكوئ إليه فقيل محمد ابن علي الباقر عليه السلام هذه الرواية ترويها منه حباب الوالبية هذه الرواية في نفسها تتضمن دلائل عظيمة جدا لأهل البصيرة ولأهل المعرف ألف مسألة الإمام في مكان واحد يجيب بها للناس يحل معضلات المسائل هذا لا يكون إلا حجة الله على هذه الأرض الناموس الذي ناد به المنادي يعني خازن العلوم الإلهية هذا معناة الناموس الناموس يعني صاحب سر الملك الناموس صاحب سر الملك بالنسبة لله صاحب سره وعلومه الرواية الثانية فيها دلالة على فضلها وفقاهتها لنشوف هي أينما تكون معها الولاية وتنشر في فضلها لذول ناس كانوا في بعض الأزمنة من التقية الشديدة بحيث ما يقدرون يعلنون عن الأمور بصراحة لكن بهذه الطريقة كانوا يثبتون المذهب الحق في القلوب هذه الرواية الثانية وأختم بها المجلس يرويها العلام المجلسي رضوان الله عليه عن كتاب طب الأئمة الرواية الأولى مع الإمام الباقر هذه الرواية الثانية مع الإمام الصادق بسنده عن داود الرقي هذا الرجل هو من كبار أصحاب الإمام الصادق عليه السلام داود الرقي هو يروي هذه الرواية قال كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فدخلت عليه حباب الوالبية يعني هي مرأة ضاعنة في السن في زمان الإمام الصادق هي في زمان زين العابدين مئة وثلاثة سنة أمرها في زمان الإمام الصادق بس ما تجلس في دارها تتحرك تروح تجي تدخل تروح خراسان يم الإمام الرضا تجي إلى بغداد يم الإمام الكاظم يم للمدينة عند الإمام الصادق دخلت عليه حباب الوالبية وكانت خيره لاحظوا فسألته عن مسائل في الحلال والحرام فتعجبنا من حسن تلك المسائل هذا داود الرقي اللي هو من الفقهاء يقول هاي سألت أسئلة إحنا تعجبنا من حسن المسائل التي سألت بشنو بالحلال والحرام بالفقه إذ قال لنا الإمام لما سألت هي الأسئلة قال لنا الإمام الصادق رأيتم مسائل أحسن من مسائل حباب الوالبية وهو في زمان خضم كان المجادلات والمحاورات والمدارس الفكرية والمذاهب المختلفة أسئلة وأجوبة ومناقشات احتدام أكوه مع ذلك الإمام يقول أحسن المسائل اللي عرضت عليه مسائل حباب الوالبية من يقدر 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 أسئلة إذا ما يكون فقيه في نفسه وخارف فقلنا جعلنا في ذاك لقد وقرت وقرت ذلك في عيوننا وقلوبنا يعني اضطأت رزانة كبيرة وعظمة شنو هاي مسائل تارة فرد إنسان عادي يقول هاي المسائل عظيمة خبلا بس بس تارة إمام معصوم يقول هاي المسائل عظيمة شنو المسائل للأسف ما نقلت إلينا المسائل فعلا خسارة قال لما الإمام قال لأصحاب هذا فسالت دموعها عبابه فقال الصادق ما لي أرى عينيك قد سالت قالت يا ابن رسول الله داء قد ظهر بي من الأدواء الخبيثة بعد الإنسان هو من يكبر خب ما يخلص من الأمراض فهيا ما تقول فرد داء ظهر بي من الأدواء الخبيثة السعبين شنو هذا داء لكن هي عرفته شنو هذا الداء من الأدواء الخبيثة التي كانت تصيب الأنبياء والأولياء شنو هذا الداء الذي يصيب الأنبياء والأولياء وإن قرابتي وأهل بيتي يقولون قد أصابتها الخبيثة لعله السرطان المقصود به في ذاك الزمان يسمونه خبيث هذا الزمان يسمونه خبيث لاحظونا ولو كان صاحبها كما قالت مفروض الطاعة لدعا لها صاحبها من يعني الإمام لدعا لها فكان الله يذهب عنها هذا الداء شماته نوع من الشماته وأنا والله يتقول للإمام وأنا والله سررت بذلك هم يقولون هذا صاحبها دعا أنا سررت بذلك وعلمت أنه تمحيص وكفارات للذنوب شكد أكتفاوت بين المفاهيم وأنه داء الصالحين هذا الداء اللي هم يسموه خبيثة فقال لها الصادق عليه السلام وقد وقد قالوا ذلك قد أصابت كل خبيثة قالت نعم يا ابن رسول الله قال داود الرقي الراوي يقول فحرك الصادق عليه السلام شفتيه بشيء ما أدري أي دعاء كان ما خلى أصحاب يسمعون الدعاء اللي قال فبعد أن دعا قال لها دخلي دار النساء حتى تنظري إلى جسدك فدخلت فكشفت عن ثيابها ثم قامت ولم يبق في صدرها ولا في جسدها شيء فقال عليه السلام لاحظوا استثمار النتيجة اذهب الآن إليهم ذول أقاربك أهل بيتك وقول لهم هذا الذي يتقرب إلى الله بإمامته هذا جزاء الخبيثة التي كانوا يسموها خبيثة زالت منها هذا الذي يتقرب إلى الله في الوقت خب هاي تضمن الدلائل من الدلائل أن داء الأنبياء والصالحين شنوه هذا التغ الناس يشوفوه يصوروه خبيثة بس هو ليس بخبيثة داء الأنبياء والصالحين اصفرار الوجه والبدن من شدة الزهد وكثرة الصيام وطول العبادة هذا داء الأنبياء يصير الإنسان وجه أصفر في نهج البلاغ أمير المؤمنين يصف الصالحين يقول وجوههم صفر عيونهم ذبل شفاءهم يابسة من كثرة العبادة وطول الصيام كثرة الصيام فأكو وجه مشترك بين الخبيثة وبين الزهد الكثير اثنينات هم وجههم أصفر بس فرق أكو بين اللي وجه أصفر من المرض وبين اللي وجه أصفر من العبادة هذول عقولهم في عيونهم كانوا يشوفون الصفرار الوجه ونحافة البدن فيها خبيثة بس هي مو خبيثة فيها داء الصالحين والأنبياء لكثرة العبادة ومع ذلك الإمام صلوات الله عليه ما شاء هذه الفكرة وأبطلها في عينهم الدلالة الأخرى أن قرابة حباب الوالبية هي كانت شيعية أصيلة في تشيعها بس قرابتها وأهل بيتها كانوا على خلاف ذلك قمر في وسط ليل عالم بين جهال وهذا كان وهذا من أشد ما يعانيه الإنسان من أشد ما يعانيه أن يكون عالم عارف وسط أناس مجبور يعيش بياناتهم ما يفهمه ولا يقدره هذا لا تصوره سهل يدبو القرابتي وأهل بيتي هي على نور آل محمد وهؤلاء في ظلامهم حتى كانوا يتشمتون بها ولأن القضية موقف تحدي الإمام الصادق صلوات الله عليه أظهر عليها الإعجاز فوري أجاب الإعجاز حتى يبطل دعاوى هؤلاء حتى تشوفون جد احتدام الصراع أكو في القضايا فيه جزئيات الأمور أكو هذا الصراع ممتد الصراع المنهجي الخلاف المنهجي الحرب المنهجية وإلا الإمام صلوات الله عليه ممكن كل إنسان مؤمن يطلب منه دعاء يستجيب له بس متى يستجيب هذا راجع إلى الحكم بيدهم بعضهم يعجلون في الإجابة له وبعضهم يؤخرون الله عز وجل هكذا يقول ادعوني أستجب لكم الاستجابة حتمية ولكن وقت الإجابة راجع إلى الحكمة في بعض الأحيان يطلب الإجابة تتأخر في بعض الأحيان تتطلب الإجابة الفورية هذه من الموارد التي الإجابة فيها فورية كانت لذلك الإمام فورا أظهر عليها الإعجاز زين إذن نلاحظ من مجموعة هذه الشواهد أن ليس فقط الرجال أعدهم الإمام الحسن عليه السلام للحرب المنهجية مع بني أمية وبني العباس وأمثالهم وإنما حتى من النساء وهذه الحرب ما دامت لولا هذه النفوس الكبيرة من الرجال والنساء بماذا دامت هذه الحرب بالهدنة التي عقدها الإمام الحسن إذا كان الإمام الحسن لا يقيم هذه الهدنة لمحي الشيعة عن بكرة أبيهم من الأرض وكانت نتائج الحرب والانتصار لمنهج الظلم والجور منهج بني أمية ومن بعدهم لكن الإمام بالهدنة صير القدرة المعنوية والعلم والفقه والحقائق الربانية عند محمد وآل محمد وعند شيعته فإذن هذا هو أيضا واحد من بركات هدنة الإمام الحسن هذا هم الخطوة الثانية في منهج الإمام الخطوة الثالثة في تكثير الأبناء أبناء الإمام الحسن تاريخيا لهم دور سياسي وجهاد عظيم في محاربة الظالمين هذا تفصيله إن شاء الله غدا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين